أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أنهما متحدان في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائري في غزة وفي مؤتمر صحفي مشترك بكوالا لامبور دعا لوكسون جميع الأطراف للجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل للدولتين فيما قال إبراهيم أن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول خاصة الولايات المتحدة التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف هذا الصراع